السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا بكم بوصفة جديدة وسريعة وبسيطة اليوم رح نسوي نوع اخر من عنواع المقبلات وهي صلطة اللهانة الحمرة الحلوة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم لكن قبل ما نبدي لايك وشير للفيديو ولا تنسون تشتركوا بالقناة اول خطوة نسويها نحضر الصلصة اللي هي عبارة عن ملعقة كبيرة من المايونيز رح اضيف لها ملعقتين كبار من اللبن الزبادي بالاضافة الى ملح الملح طبعا حسب الرغبة عصير ليمونة كبيرة وما يقارب ملعقتين طعام من النعناع اليابس المطحون يطفد نكه جدا طيبة ورح اضيف ايضا ملعقتين كبار من زيت الزيتون واخلط مكونات الصلصة مع بعض اذا تحبون تكون حلوة وهي لازم تكون حلوة نضيف ملعقة طعام سكر او ملعقة طعام عسل لكن انا احب اضيفها بالاخير ما احب اخليها ويا الصلصة ممكن اضيفوها هسا او ممكن اتأجلوها للاخير عادي رح نحضر هسا لهانا ثرامتها بشكل شرائح طولية ورفيعة ورح اضيفها فوق الصلصة رح اضيف ايضا حبة جزر برشتها وشوية من الفلفل الاخضر قطع تشرائح طولية رفيعة وكوب من الذرة المسلوقة واخلط المكونات مع بعضها لحظوا الالوان جدا زاهية طبعا القيمة الغدائية بيها جدا رائعة كلش مفيدة للجسم بعد ان تخلطوها بصورة جيدة رح نضيف هسا سكر او ملعقة طعام عسل انا رح اضيف سكر وتخلط وتكون جاهزة للتقديم تاكلوها بالف عافية اكو عدة طرق لعمل صلاطة اللهانة الحمرة هاي اول وحدة وان شاء الله نجرب الباقيات سوية انا كلش احب المقبلات فان شاء الله تكون الصلاطات ادي اقدم لكم اياها يعني كلها تعجبكم اي طلب عدكم كتبوا ليها بالتعليق اذا حاببين فاد نوع معين اني ناسيته ان شاء الله نجربها كليتها وتستفادون من عدها اتمنى تكون وصفة اليوم عربتكم وحبيتوها اذا حبيتوا الفيديو خلولي لايك وشاركوا بين الاصدقاء شكرا جزيلا متابعة وإلى اللقاء بوصفة جديدة شكرا جزيلا متابعة شكرا لكم